مساء الخير منذ النصف الثاني من القرن العشرين والعرب يتغنون بالمصير الواحد والقدر الواحد نجحوا أحيانا وتشتتوا فذهب ريحهم أحيانا أخرى ومن جد اليوم بدأ العرب من جديد يقرؤون في كتاب واحد عنوانه اللحمة العربية فيما بدأنا القمة واحدة من أنجح القمم لكونها تستند إلى وجود إرادة سياسية حقيقية يمكن البناء عليها لحل الأزمات في المملكة العربية السعودية التأمت العروبة بعد تغريبة سورية ثم عودة عربية إلى دمشق حضور قوي للرئيس السوري بشار الأسد في قمة جدة للمرة الأولى منذ 12 عاما دشنا خلالها عودة بلاده إلى موقعها الطبيعي في جامعة الدول العربية محور الاهتمام في هذه القمة انصب على اللقاءات العربية العربية التي شهدتها وتحديدا اللقاءات السورية السعودية ربطا بتطور العلاقات المتنامي بين الرياض ودمشق وحضرت أيضا القضايا الساخنة بدءا من القضية الأم فلسطين والاعتداءات المتكررة على شعبها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والعدوان الأخير على قطاع غزة إلى ملفات السودان واليمن وسوريا ولسيما ملف عودة النازحين الآمنة وإعادة الأعمار في مسودة البيانة الختمية للقمة حث للبنان على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة على المستوى المالي القضائي أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي تلقي لبنان مذكرة من الانتربول لتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سليمي كاشفا أنه سيكون للحكومة موقف من بقاء سليمي في منصبه خلال جلستها المقررة الاثنين المقبل حاكم المصرف المركزي رد على المذكرة الصادرة بحقه معتبرا أن هذه الإشارة جاءت بناء على طلب القاضية الفرنسية التي استندت على قرارها بتغيبه عن جلسة الاستجواب معللا سبب عدم حضوره الجلسة لعدم اختاره تبعا لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء